شو هو المقصود بدعم الحياة الأساسي بعد ما طلبت الإسعاف هون بقى شو بتعمل يعني بس بتشوفوا أنه هو فعلا واعي إلا غايب عن الوعي بتجسس الشريان الثباتي شو هو المقصود بدعم الحياة الأساسي أو يعني الإنعاش القلب الرئوي خارج المشفى الباسيك لايف ساب بورد بتضمن أربع خطوات الخطوة الأولى هي أنه تفحص استجابة المريض خلال خمس لعشر ثواني بمعنى أنت ماشي بالطريق أو واقف عم تستنى سيارة كان في جنبه ختيار أو شاب أو إلى آخره طب على الأرض فأنت هنا أو أي أحد عم تحكي معه فحسنت أنه غاب عن الوعي فأول شي لازم نعمله فحص الاستجابة المريض خلال خمس إلى عشر ثواني وليس أكثر من عشر ثواني شو ما يعني كيف نفحص استجابتك مريض شو ما نعمل له تمام بتهزه أو بتصيح عليه يعني بس بتشوفه أنه هو فعلا واعي إلا غايب عن الوعي قبل ما نعمل أي شي المقصود بفحص الاستجابة أنه أنت تشوف فعلا هو غايب إلا نايم إلا دائخ إلا شار يعني أنه فعلا غاب عن الوعي إلا لا فأول شغلة أنه نعمله هو فحص الاستجابة إما بالصراخ عليه تصيح عليه ممكن هزة بسيطة تعرف إذا كان في عندك هون شك بحالة توقف قلب أو لا هاي طبعا خلال خمس إلى عشر ثواني بعدين ما في عنا استجابة المريض هذا ما استجاب لك شو بتعمل تاني شي اتصاب الإسعاف السريع واطلب جهاز الصدمة الآلي متل ما حكينا أول شي بنعمله في حال الشك بحدوث توقف قلبه وإنه أنت تطلب إسعاف أو دفاع مدني اللي ممكن يعني الرقم الموجود عندك أو إذا في عندك شخص تاني تعرفه فورا نبعته لحتى يجيب سيارة لحتى ينقله لمشفى قريب أو مركز صحي قريب فتفعيل الاستجابة هذا أول شغلة بنعمله في حال شكينا بتوقف قلب مو ضروري تتأكد في حال شكيت أنت هون ممكن تطلب الإسعاف وبتطلب كمان معهم جهاز الصدمة أو بتعرفوا أنه في عندك في عندك حالة توقف قلب فهنا لازم يعرفوا أنه لازم يجيبوا معهم جهاز الصدمة يمكن استخدام الهاتف النقال بدون ترك المريض بعد ما طلبت الإسعاف هون بقى شو بتعمل؟ بالجسد الشريان السباتي الشريان السباتي موضوع هو في العنق تمام بين عضلة القطرائية والرغامة كتير موضوع سهل وممكن أي حدا منكم يتعلم جسد الشريان السباتي فأول شغلة أنه بتعمله بعد ما تطلب الإسعاف أنه أنت جسد الشريان السباتي جسد الشريان السباتي لازم ما ياخد معك وقت كتير ممكن في ناس شوي عندهم صعوبة جسد الشريان السباتي ممكن مريض بدين صعب ففي حال تأكدت أنه أنت ما عندك نبط ثباتي أو شكيت ولمجرد الشك أنه أنت ما عندك نبط ثباتي ممكن تباشر مباشرة التمسيد يعني هزينا المريض حكينا معه ما رد علينا طلبت أنا مباشرة إسعاف أو بعدت حدا بعرفه كان معي واقف أنه جيب سيارة جيب إسعاف أحكي مع الإسعاف أحكي مع الدفاع المدني خبروا أنه فيه توقف قلبي حتى يجيبه صادم أنا هم هلأسنا مباشرة حطيت إيدي على الثباتي إما ما في نبط أو أنا شك أنه في نبط ما نمت أكداه ما ضيع وقت كتير مباشرة أنا أبلش التمسيد 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 الفعال أبدأ تمسيد الصدر ثم أعطاء التهوية بالنسبة 32 يعني أنت لحالك مباشرة التمسيد ونحن نعرف كيف قالت التمسيد التمسيد 30 ضغطة مع تنفستين تنفس نفسين نفسين يعني نفسين صناعيين ف30 ضغطة مع النفسين إذا أنت لحالك عند وصول جهاز الصدمة مباشرة قوم بتوصيل جهاز الصدمة وما تصدم تقرأ النظم الموجود على جهاز الصدمة تمام لأنه في نظم قابل للصدم وفي نظم غير قابل للصدم فمم باشرة أجلس جهاز الصدم يلا لصدمه لا الغاية من جهاز الصدم شغلتين أولا تحليل النظم الموجود عند المريض ممكن هو ما في نبط لكن في عندي أنا فعالية كهربائية للقلب فأول شغلة بجهاز الصدم بعد ما حط اللصاقات مباشرة أنا أقرأ النظم الموجود على الصدم وبقرر يا أما أصدم يا أما أنا بتابع تمسيد وأعطاء أدوية لاحقاً قديماً ويمكن لحد الآن كثير في دارج فكرة أنه الدعم الحياة الأساسي هو عبارة عن ABCD مظبوط؟ هذا الحكي تغير من عام 2010 وحالياً يعني كثير أكدوا عليه أنه نحنا بدعم الحياة الأساسي أو حتى تبلش إنعاش قلبي رئوي لازم تبلش بـ C C هو عبارة عن التمسيد بمعنى آخر أنه أنا أولاً أبحث عن الدوران قبل أي شيء ثاني طيب في ناس قلت طيب أنا بدي قيم إذا هذا عن له تنفس أو لا فممكن وأنت عبت تتصل بالإسعاف أو عبت تخبر حدا تطلع على نفسه يعني أنا ممكن أشتغل شغلتين بنفس الوقت وأنا عبت تصل بالإسعاف أو أنا عبجس النبض الثباتي كما بنفس الوقت تراقب نفسه عبت تنفس لا لا في تنفس فيه إنه صدره عب يطلع وينزل إذا كان فيه مثلا حطيت أيدي قريب من تموه فيه عندي الشيق والزفير لهو عب يضرب في إيدي فأنا هون ممكن وأنا عبجس النبض الثباتي أعرف إذا كان مريض عبت تنفس أم لا فأنا هون اشتغلت شغلتين بشغلة وحدة مباشرة أنا رح أبلش بالتمسيد وهي الرقم واحد في الانعاش وليس تحرير طريق الهوائي أو أنه تقييم التنفس أول شي هو السيل التمسيد بعدين بلش بتحرير طريق الهوائي لحتى أنا بلش أعطي النفس أو التنفسات الاصطناعية أو البريثين فدعم الحياة الأساسي هو بلش تحرير طريق الهوائي بلش تحرير طريق الهوائي